اهلا بحضراتكم الجديد طيب موقف الاهلي واضح الاهلي قال 3-4 نقاط في البيان الاخير ليه انا مش هلعب لو الدورة حيستكمل بعد بطولة الامم الافريقية يرفض استكمال الدورة حال امتداد المسابقة عند ولا مبني على اسباب مبني على اسباب اشرحها بقى عشان الناس ايه اهم الاسباب او اربع نقاط مهمين هو انا عندي لعيبة بنا ادمين ولا عندي مكان عندي بنا ادمين طيب البنا ادمين دول الاتحاد الافريقي بيقول لي الزاما عليك 31 سبعة خليكم واحدين باركم من التاريخ 31 سبعة اخر معاد للقيد الافريقي وعشان تسجل لعب في القائمة الافريقية لازم ان تكون مسجلوا محليا حلو اذا 31 سبعة ده اخر معاد اله اللي حيشارك في البطولة الافريقية ان شاء الله الجاية اهم شارك في دور الابطال اوف دور الابطال يبقى عنده لستة هتتعمل يوم 31 سبعة البطولة تبدأ امتى بطولة افريقيا الجديدة تسعة تمانية يبقى القيد 31 سبعة بعدها بتسعة ايام تسعة تمانية تبدأ البطولة حلو كاس الامم الافريقية اللي احنا هننظمها هنا تخلص كام تسعة تاشر سبعة ان شاء الله منتخب مصر يلعب الفاينال بس في كل الاحوال مفيش دورة هيتلعب كورة في مصر الا بعد تسعة تاشر سبعة يعني فيه تلات ايام على ما المسألة تتلم هتلعب اتنين وعشرين واحد وعشرين تلاتة وعشرين سبعة في منطق يقول افضل العب يعني الموعد المقترح اللي قالوه لمباراة القمة تمانية وعشرين سبعة بصوا بقى النقطة يا باشواندس تمانية وعشرين سبعة اخر مطش في الدورة وممكن يبقى خمسة وعشرين سبعة يعني في كل الاحوال يا يومين يا اربعة ايام مطلوف الاربعة ايام دول من المهندس عدل القيعي ولجنة التعاقدات والجهاز الفني وادارة النادي في الاربعة ايام تنجس كل حاجة خاصة بالسنة الجاية تماشي لعيبة واتبيعهم وتحافظ على اموال النادي وتستقدم لعيبة وتقيم الفريق اللي خلص ولو عايزة تغير في الجهاز الفني تغير وتجيب جهاز يتعرف على اللعيبة وكل ده في تلاتة ايام عشان سيادته ينفس قراره وتدخل في بطولة افريقيا تسعة تمانية ده منطق في الوقت اللي انت بتستهلك ستين يوم او خمسين يوم اللعيبة قاعدة في البيت تروح تتمرن ويرجع عشان تاني يوم يروح يتمرن على مدى اكتر من اخر مباراة للاعيبها يوم تلاتة وعشرين باشواندس يعني من تلاتة وعشرين لتلاتة وعشرين هيبقى سبعة شهرين كاملين ستين يوم انت بتتمرن بس لحتقدر تاخد اجازات ولا تقدر تنقطع عن التمرين ولا تقدر تريح اللعيبة ولا تقدر تماشي اللعيبة هيا دي اهم النقطة خلي بالك النقطة دي أستاذ ابراهيم انت حتعمل قوائم الموسم الجديد وعندك اعارات راجعة واعارات هتطلع وعندك حسب تقرير بقى الجهاز الفني هيعوز تدعمات ولا مش هيعوزه هيعوزها فين والتي يعني يتبعها مفاوضات ولا عباب بيتتسوى كمان طبعا انت بتجيبه وتسوى لعيبة ومش النادي القالي على فكرة ونادي الزمالك والله مصلحته في كده يعني حد من جماهيره عدله 11 لعب هتعمل فيهم ايه مش من المصلحة التأجيل لحد خالص ولا حتى نادي الزمالك يعني لو نحينا العناد وانه مين اللي يمشي هي مش نمشي كلمته هي لو بتتعمل ما احنا نوافق عليه احنا ما نوفقش عليها ليه لكن هتبقى انت اذا اذا قوائم محلية اتعملت عشان تعمل قوائم افريقية تلعب بها افريقيا اذا انت هتلعب الدوري الفاينال الدوري ده في بداية الموسم القادم بالقوائم من هين الجديدة ولا القديمة صحيح طيب بالجديدة يبقى ما تكلمنيش بقى على موسم اللي فات الامور هتلغاية طيب القديمة طيب اذا كانوا الناس هتمشي يبقى فيه ناس اتضررت هذا وضع مش يعني لو اي واحد مخطط بيقعد مكان المسؤول في الاندية مش في النادي الاهلي في الاندية ونادي الزمالك منهم ها حيدرك ان دي مسألة من الناحية الفنية والموضوعية صعبة جدا مش صعبة يعني حتتحل على حساب حاجات تانية مهمة وانت قلت تلاحم المواسم والموسم لستثنائي قد يمتد هديلك بقى السيناريو اللي انا حاسس به مش مسألة انك تلغي الدوري هو فيه ازمة الازمة دي هتصفر حاجة من اتنين يا حيتلعب بعد الكاس الامم وهنا اخلال واضح بمبدأ تكافق الفرص حتى بالنسبة الاندية اللي هبطت ولذلك هم مش قدرين يلعبوا بدون الدوليين لان فيه اندية من اللي هبطت لا لعبة قدام الاندية الاهلي والزمال بلعبتها كاملة مش فاير انها تلعب بدون الدوليين طيب معناها ايه بقى؟ معناها ان انت بتحط مشاكل الخطوة الجاية حيبقى هنعمل ايه في الهبوط؟ انا بفكر في الخطاية اكني بالعب شطرنج ما عنديش معلومات وقد اكون مخطئا بس لو حصل بقى فتكرك القعدة دي زي ما قلتلك المرة فاتت ان قد يلغى الهبوط ويمكن ده سبب ان الاندية كلها دلوقتي بقت ريلاكس اللي كان محتاج مالوش صوت دلوقتي في الحلقة دي انت هتلعب دوري مجموعتين الموسم اللي جاي والله اعلم للاسف طيب ده الطرح اللي الاهلي قالوا ليه مش عايز الدور يمتد لشهر لبعد كاس الامم واعتقد المسألة بالتواريخ كده كاس امم يخلص 19 سبعة قيد يخلص 31 سبعة بطولة افريقية جديدة تخلص 9 تمانية مطلوب ان انت ترمي الاهلي في المحرقة دي فيها تاني ومطلوب ان مجلس الادارة وادارة النادي والجهاز ما يكونوش خايفين على اللعيبة من توالي الموسم بهذا الشكل محدش فرق معاه حاجة وساعة لما الاهلي بتعور له حد محدش لا بيتدخل ينقزه ولا حد بيساعده في حاجة معلنا طيب قال الاهلي عندي اربع اقتراحات كل يومين يطلع مقترح وقدم كل الحلول يا باشماندس ابتداء من اللعيبة على الحل التونسي تونس بالمناسبة الترجي بيلعب فاينال دور الابطال عنده خمس مباريات مؤجلة زي الزمالك بالزبط حطوله جدول في خمستاشر يوم هيلعب الخمس مطشات بفاصل زمني تلت ايام ده نفس الفاصل الزمني اللي الاهلي تعامل به على مدار الموسم على مدار الموسم طيب ايه الصعوبة في ان ده يتحقق قالك معسكر المنتخب هيبدأ يوم ستة فما عندناش وقت للكلام ده حلو قوي الاهلي قال لهم بصوا على تونس والمغرب والدول اللي جاية تشارك معانا في البطولة اللعيبة في المعسكر بتاع المنتخب يطلع يلعب مباراة النادي في نفسه هو الاهلي قبل هذا ده مش اختراح الاهلي خلي بالك المشكلة ايه انك انت تتصور ان الاهلي يقدم اختراح فالناس بتدي تاخد منه موقف والاهلي ما قالش ده المغرب وتونس عملوا كده فالحل موجود روح على الحل ده لا اتقابل المهندس هاني ابو ريدا مع كابت المحمود الخطيب في قاعد حفلات الافطار وقال له هعمل ايه طيب ما هو اجيري متمسك بيوم ستة لو كده العبوا من غير الدوليين وتتحل الازمة الاهلي برضو اسهما منه في حل المشكلة وعشان بصص على المشكلة اللي جاية قالك ما عنديش مشكلة لو هي ترسى على كده ما عنديش مشكلة رغم ان الاهلي عنده اربعة لعيبة زي الزمالك ما عنده اربعة لعيبة ضيف عليهم ان الاهلي جيرالدو هيروح انجولا وعلي معلول هيروح تونس الزمالك يمكن بالنسبة له حمد النجاز حتى الان حمد النجاز ما تمش اختياره وفرجان الساسي مصاب وبيتأهل في بلاده وعلى فكرة هي المشكلة في فرجان الساسي قالك الزمالك مش هيلعب الاهلي الا لما فرجان الساسي يرجع من الاخر ودي العبارة الحقيقية في الازمة على حد تأكيد مسؤول التحاد الكورة كده طيب لو فرجان الساسي جاهز وتم شفاءه وانخرط في تدريبات المنتخب التونسي اذا مالك من حقه يستدعيه هيلعب مباراة القمة ونخلص اذا كان هو ده الحل قالك لا التحاد الكورة فشل في التوصل لحل اللعب لا بدون الدوليين ولا بفتح المعسكر ولا بضغط المباريات بالنسق الزمن اللي الاهلي لعب بيه طب ايه الحل كل الحلول اللي تقدمت وبالمناسبة مسؤول التحاد الكورة وهم بيستقبلوا الحلول وينقشوها مقتنعين فجأة بخ شكلت لجنة منص عدل اشار له جملة ترابيزة التحاد الكورة عليها صراع نفوز وده مؤثر في الازمة وده حاضر وموجود تشكلت لجنة برئاسة الكابتن احمد شبير لحل الازمة لما تشكلت اللجنة الكابتن متحد شلبي وده كان واحد وسيق الصلة باتحاد الكورة وقاعد فترة طويلة جدا مدير ادارة الاعلام هناك وعارف جوه المطبخ فيه ايه تفتكروا ليه المهندس هاني ابو ريدة حط الكابتن احمد شبير على رأس هذه اللجنة نشوف الكابتن متحد شلبي اللجنة اللي شكلها المهندس هاني ده في منتهى الزكاء انا ما قابلت الشخصية زكاية زيه اما اختار شخصي يبقى رئيس لهذه اللجنة وانا قلت ساعتها يا لجنة محكم عليها بالفشل انا قلت ده بوضوح وقد كان يعني استحني بعتت لثمنتاشر نادي راح وثلاثة خلاص يبقى خلصتنا بقى مش محتاجة اقول بعد كده ايه وفي الاخر بقى طمر صحفيه واسئلة واجوبة وبتاعه مش هارفيه وفي الاخر قالك ايه هايجي لنا الحاج عامر بايحط لنا التصور بنهزر والله العظيم بنهزر نرجع بقى لزكاء هاني بوريدة هاني بوريدة لما اختار عضوش مجلس قدرته لرئاسة هذه اللجنة فكرني بالزبط بالزبط قريت عنها مع سرطاش حفلة في الخمسينيات كانت بحضور الرئيس السابق او الاسبق طبعا جمال عبد الناصر وكان فيها ام كلسوم وعبد الحليم هرمين هرمين فطلعوا ام كلسوم الاول ام كلسوم قالت بقى قالت بقى زي ما تقول بقى اكلت الجو كله كله وقعدت تاعت البقى ساعتين ونص ولا حاجة لغاية لما الناس بقى ريحوا خلص الجماعير ريحت وطلعوا عبد الحليم عشان يختم فطلع عبد الحليم في الميكرفون قال ايه قال لا اعلم اذا كان وضع في ختام هذه الحفلة هو تشريف ام تدبيس هو تشريف ام تدبيس انا لا اعلم المهندس هاني بريدة عندما شكل هذه اللجنة برئاسة عضو في مجلس ادارته كان هذا تشريف ام تدبيس بوضوح بوضوح ما انا ما اتكلف بمهمة رئيسي عارف ان هذه المهمة لما حكوم عليها بالفشل مليون المية ما ينقصوش واحد بل بالعكس هي محكوم عليها يعني بالتلسن يعني هنهزر هنقض نهزر على اللجنة دي لانها هتعمل ايه هتعمل ايه فعندما شكل هذه اللجنة هاني بريدة بذكاءه الفز اللي انا عارفه هو يعلم ان قبل هو بشكله عارف انها هتفشل بوضوح فهو هل شكل هذه اللجنة برئاسة تشريف ام تدبيس وبعدين اللجنة اجتبعت وقالت لك 18 نادي هيجي وهنحل وهنعض وهنعلن وهنعمل وهنساوي ايه بقاتي ايه جوله 3 من ال 18 انا قلت يوميها قبل الاجتماع قلت يا جماعة من هزرش انا عارف انا بقول ايه انا عارف انا بقول ايه مش اقول حاجة من فراغ ابدا انا عارف كل كلمة بتطلع من بوقي بتطلع ازاي ممكن اقلش احيانا يعني لكن في العادة باخد بالي فانا قلت احنا بنهزر بقاتوا ال 18 نادي جالهم 3 ايه دا ايه النجاح دا والمصيبة بقى وهي الطامة الكبرى ان بعد اما مشوا 3 زباين مؤتمر بقى وصحفيين واسئلة اسئلة في ايه واجوبة في ايه يا جوانا بتسأله ايه بتجاوبه على ايه احنا بنهزر قالك هنجتمع ونستمع لتعليمات وورؤة رئيس لجل المصيبات ما رئيس لجل المصيبات اللي بيعمل كل حال مش عايز اقوله اكتر من كده لكن انا بقول بلاش دحك على الدقون ارجوكو بلاش دحك على الدقون شوفوا الكابتن طبعا متحد شاله بيه له دماغ عادي اتودي في حت لكن ذكر جزء كبير من الحقيقة هو لجنة انت مديه لها صلاحيات انا مش مديه لها صلاحيات يعني من سلطتها انها تدي قرارات ولا مش من سلطتها تدي قرارات يعني تشكيل اللجنة كان ينطوي او ينبغي ان انطوي على كل الصلاحيات خدوا اللجنة وعلى مسؤوليتكو واللي هتاخدوه هو ده اللي هيمشي يبقى هنا فيه جدوى لكن عشان بعد كده نرجع لأي حد سواء لجنة نسبقات او نرجع لاتحاد الكورة حتى مجلس الادارة هذا معناه ان فعلا كان بيزحلق او بياجل المشكلة اللي هتتحل برضو في الاخر كما يريد رئيس الاتحاد لانه هو اقوى واحد وهو اللي عنده الخيوط كلها طيب جملتين في معنايين قالهم كابت المتحد شلال اخر حاجة بلاش ضحك على الدقون ليه اتحاد الكورة بيتسلب الناس اتحاد الكورة وبيطلع حاجة وعارف هو عايز يعمل ايه فلما يجي شك اللجنة قالك ده تدبيس كابتن المتحد شلال بيق عنده مشكلة ما مع كابتن احمد شبير كابتن احمد شبير عنده من الخبرات ما يكفي لادارة الاتحاد مش ادارة لجنة ده بكل تأكيد يعني لكن هو انت بتدبس الكابتن احمد شبير ليه بتحطه في وش المدفع وبتحرجه وبعد كده انت هتعمل اللي انت عايزه انت هتعمل اللي انت عايزه انت كالمهندس هاني يا بريدة هتعمل اللي انت عايزه بس بتحرق ورقة شبير ده في تفسير كابتن المتحد شلال ادبسه وبيقولك وهو في الاخر عارف هو يعمل ايه قالك هانا بريدة معلم هانا بريدة زاكي جدا وانا انا يعني بستغرب انه فكرة الزكاية تكون مرادف للمعاني دي اصلا لكن معا لنا اوكي طيب بتشكل لجنة بتضيع وقت بتستهلك وقت ايو مش كده بتضحك على الدقون هو عنص الوقت هو كان الحل في الوقت انت مشكلتها كله كل يوم بيعدي بيوصلهم ان يفرضوا الامر الواقع طيب املا او ظنلا ان الاهل هيتراجع وسمعتها من عضو في اتحاد الكرة احنا بس عايزين نشوف الاهل اخرته ايه لا الاهل اخرته هتتعبك اوي اوي لان يتمسك الا بالصح كلام جميل اللي في مصلح كلام جميل تما تيجي نحسبها بقى بكل زاويات اه الاهل حيتمسك وده اصبح مطلب عام طبعا اعمل اللي انت عايزه والجماهيرك في ظهرك ومختنعة تمام ماشي اوكي لكن هو لو عمل اللي هو عايزه ولم تسفر عن مصلحة اتحاد الكرة متصور ان هو ده شيء هيقلمه قد يكون هو بيسعى لهذا هو لك اقتربت وما كانش متخيل ان النادي الاهل قادر عالكامباك وان هو يخش في المنافسة بالشكل القوي ده فلما حصلت لا لازمشوف سيناريوهات تانية ماهو سقم انه تلك سباء البعض البعض انا ما بعممش البعض يزايد على بعضه في كراهية الاهل يزايد على بعضه في كراهية الاهل ومش بالضرورة ان يكون يعني بتمن لا اولا طبعا مش مؤكد مش موضوع التمن لكن موضوع استعراض القوة مين في تو اكتر ده في ناس انت ناس بتحساب على الاهل هي اللي بتخزيلك وفي ناس موج بتليه محسوب على زمالك لكن هي واخد خطوة الوراء وساب الدين تمشي ملاش دعوة كسروا بعض ومش محتاج فلذلك لذلك انا 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 اذا الموضوع كله هيبقى فيه دي النادي الاهلي لحد الوقت وما فيش حل تاني الاهلي بيقرر وقته الاهلي هو بقى عايز يكمل عايز يجمد عايز يصعد ما فيه حلول كتير مش من ضمنها الانسحاب الاهلي مش حنسح الاهلي مش حنسح لكن قد لا يكمل هزا المسابقة بهذا الشهر قد ما هو هيصعد ايه يحتفظ بحقه اه طبعا ولا يكمل هذا الوضع المعوج انما هيحاول يدفع عن حقه خلاص وحيواجه بجهود دولية مضادة انت بتواجه ناس اكثر منك التصاقا بالاتحاد الدول لازم واحنا بنحسب عشان برضه سدان الريح امشير اللي جاي عاتية حبيبي اه انت عندك معلومة انا عارفها اه بس مش معلومة معلومة شخصية اوي رياح عنيفة ما تعاولش عليه المعلومات اللي عنده حضرتك دي اللي متصور هناك قد تصيب حد يعني ان هو يخلي باله من نفسه لا دي باله قديمة وباله مدة ومؤكد وعمل حسابه عليه طيب ضحكوا على الدقون على قد على حد قول الكابتن متحد شالبي عملوا ايه اللجنة بعد ما اعتقدوا ان هم بيحرقوا في الكابتن احمد شبير او بيحرقوه وتستغرب لما حد اللي كانوا بيشكروا الكابتن حازم امامه وبيشكروا خالة لطيفة على دعمهم للزمالك في الفترة اللي فاتت داخل الاتحاد هم نفسيهم اللي بيهاجموا الكابتن احمد شبير قال ايه وقف مع الاهلي مع انه بيحل ازمة لو وقف مع الاهلي ولا وقف ضد الزمالك بيحل ازمة كبيرة ايه اللي فيها ضد الزمالك هو زمالك دلوقت ايه مش خلص ماتشاته سؤال مش خلص ماتشاته مش كان كاتب اقرار انا العب كل ثلاثة ايام ايه كونك بقى تنقل الماتشات دي من قبل ماتشات افريقيا تنقلها البعد افريقيا في اين الضرر الواقع عالزمالك ايه حكمة انك تنقل لشهر انت عارف تقل مبارح اخر الليل حد بس يفسر حتى من الزمالك عايزين مرة ما ناخدهاش انها معرك يعني شرحلي بموضوعية كده يمكن تقنعني طيب مبارح بالليل اخر الليل اقتراحت اهل في اتحاد الكورة واعتقدوا انه ده فيه الحل الاهل عايزية الاهل عايز يخلص الدور دلوقت عشان يريح لعبته عشان افريقيا ويرتب اوراق والموسيقى يبتدي بداية طبيعية كويس ودي فكرة تفيد الاهل وتفيد كل الاندية وفي مقدمتهم الزمالك كويس خلينا في الزمالك الزمالك عايز الدوري يمتدل بعد كده لانه مش عايز يلعب بشكل مضغوط قالك اوكي طيب ما عندنا حل يبدو كده واضح يرضي كل هزي الاطراف دلوقت الدوري مش خلص بالنسبة لبعض الاندية الاربع ماتشات اللي تلعبت الاندية خلصت ماتشات لسبوع اربعة وثلاثين وره واحد ولمت هدومها طيب ليه الاهل ما يبقاش واحد منهم لقى اللي عنده ماتشين ماتش المقولين وماتش الزمالك طيب ما يلعب ماتش المقولين ويلعب ماتش الزمالك يوم ثلاثة ويوم ستة والاهل خلص الموسم بالنسبة له والزمالك عنده ما هو انت أنا ما يعجبنيش الحل ده لا اسمعني انت كده كده الزمالك عايز يخلي له ماتشين بعد كاس الأمم طيب ما يبقى له ماتشين بعد كاس الأمم اذا كان هو عايز يفضل معلق المسألة بعد كاس الأمم فليكن الأهل يحسم أموره دلوقتي فليكن طب مش ده حل يرضو كل الأطراف بعد ما فرحوا بالفكرة اللي تدولوها مع بعض في الاتحاد رجع المهندس هنا بريدة قال لك عرضت على رئيس ندز مالك ورفض قال لك مش هلعب إلا مع الأهل آخر مباراة حفاظا على الترتيب طب هو الترتيب ماشي هو هل المؤجلات مالك بيقديها بتؤدى بالترتيب سيدة براهيم هذا الحل هو مش عايز وجهك دلوقتي نادي الزمالك مش عايز وجهك دلوقتي هي الفكرة كده لكن فكرة برضو أنك تخلص مطشينك أنت بترين على حاجة واحدة أنك حتكسب المطشين بص أنت ما بتتكلمش فن أنت بتتكلم حقك تنفزه دلوقتي هو ده حل حيرايح الناس كلها وفي ساعت على فكرة زمالك حاولك ولعب المطشين اللي فضلين هم عيوب ومعمين لكن خلي بالك أنت لما جيت لعب زمالك مؤجلاته أنت أهم مطشات كان إيه حرس الحدود والجونة دول المطشين اللي فيهم الاحتمال الصعوبة فرقتين مش متطمنين للبقاء واللي اتنين على ملعبهم واللي اتنين في ظروف تسمح أن يقاموا إلى آخر مدى عملت أنت إيه بقى لعبت الإسماعيلي مع الجونة والحمد لله الحمد لله الحمد لله جات زي ما كنا بنتمنى يا رب اتعدلوا الجونة تطمن الحمد لله عشان النواية لما تحسن النواية يا إبراهيم ربنا تديك اللي انت عايزه والنواية تسند الزير اه فالنهاردة الجونة إسماعيلي اتعدل ولاعب حرس الحدود مع بيراميد اياك يطمن راخر الحرس مغلوب دلوقتي من بيراميد دي مشكلة دي مشكلة بقى هنا بقى الحرس بقى حيلعب مع زمالك امتى يوم ثلاثة يوم ثلاثة مغلوب واحد ايا كان مغلوب كام يعني هي نتيجة بيرامز متقدم على حرس الحدود كام واحد سفر يعني برضو برضو يا رب يا رب يا رب يتعدلوا ويتطمن طيب بقول لكم الحل اللي كان فرحوا بيه مبارح اخر الليل قبل الصحور بتوقع اتحادوا الكرة وقال لك اهو از ربما الاهلي هيرايح نفسه والانديا اللي تستريحها تستريح زيها زي الاهلي والزمالك عايز يكمل مطشين بعد كاس الهموم هو حر يكمل بس ما احنا كده كده مش مشيين بالترتيب انت بتمشي بقاو الجدول اللي انتوا هتشوفوه حضراتكو ده بتاع الاسبوع اللي فات لما لجنة المسابقات طلعت قالت الزمالك هيلعب مع الجونة او حرص الحدود شوفوا الناس اللي دلوقتي بيتكلموا على الترتيب وانه لازم يلعب مع الالف اللي سبعة الاربعة وثلاثين احتراما للترتيب والمنطق والعقل والقوة والا طب وده كان فين هنا كان فين وانت بتنفس هذا الجدول اللي بيقولك الزمالك مع حرص الحدود او الجونة يوم الاثنين اللي جاي تلاتة ست ويقولك سيتم تحديد هذه المباراة في ضوء مباراتية حرص الحدود وبرامدز والجونة والاسماعيلي طب الجونة والاسماعيلي اتعرف نستنال ونشوف حرص الحدود هيعمل ايه شفتوا الناس اللي بتتكلم على الحق والعق والمنطق والترتيب طيب انت بهذا الشكل عملتك اتحاد كابتن شوير عمل لجنته اللي واضح جدا انه المهندس هنا بريد بيستخدمها كنوع من احراج احمد شوير على حد تفسير كابتن متحد شلبي ورأيه لازل اقيمة له النتيجة انه يطلع بيان اتحاد الكرة بعد هذا الاجتماع اجتماع اللجنة اعقابه اجتماع مجلس ادارة تانيوم وطلع بيان قلت ايه في البيان يا سيدي استعرض الموقف واللي حاصل وقال لك وعلى ذلك فقد استعرض مجلس ادارة الاتحاد المصري في اجتماعي اليوم التصور الجديد الذي قدمته لجنة المسابقات في ضوء اخر المستجدات مش لجنة الازمة ماشي واخضاعه يعني اخضاع هذا التصور بتاع اللجنة لمزيد من الدراسة والتواصل مع جميع الاطراف والتواصل مع جميع الاطراف علشان ايه؟ امكانية اللعب بدون الدوليين لانه ده يحفظ مصالح كل الاندية والمسابقة والمنتخب الوطني بما فيها دراسة مقترح استكمال المسابقة بدون الدوليين اذا كان في ذلك تحقيق لرغبة انهاء المسابقة قبل انطلاق البطولة الافريقية بعد موافقة الاندية المعنية حكتين اتحاد الكورة في بيان رسمي بعد اجتماع رسمي وعلى الموقع الرسمي للاتحاد بيقولك ده تصور لإقامة استكمال المسابقة بدون الدوليين لكن هنستطلع رأي جميع الاطراف المعنية مش ده الواضح؟ وكأن النادي الاهلي مش طرف معني لحد اتصل بالنادي الاهلي سأله لحد بعد جواب للنادي الاهلي لحد استطلع رأي النادي الاهلي لحد اهتم يعرف رأي الاهلي ايه؟ هو انا عايزة سأت سؤالي استاذ براي كم مرة اتلعب المطشات بتاعة الحسم الدوري بدون الدوليين؟ مراتين او ثلاثة على فكر كانش فيه استطلعات رأي ده مرة عشان ماتش ودي يا راجل لعبت بدون الدوليين وكان يلاقل له تسعة وزمان يكلوه ثلاثة اه في اللوس انجلوس فا اربعة وثمانين اه حداشر لاربعة ده اللي بتاع شمسة حامد ههو ثمانية وتمانين اللي انت لتول عليه哈哈哈 ها وفا اربعة وثمانين عاو في ثمانية وتمانين ده فا اربعة وتمانين انت خسرت من الزمالك وخسرت الدوري خسرت وووووووووع يعني بتاع شمسة حامد ضربت جذاء مش حانى رجع الناريطان ونتكلم ها ها وبنوا Innovation في المرتين فا اربعة وتمانين اتعادلت مع الزمالك بدون الدوليين انت حداشر وهو اربعة ها وخسرت الدوري ها وفا افاا خسرت من زمالك وخسرت الدول. يعني في المرتين انت ضحيت وخسرت وبطلطين. وما خدش حدش خد رأيك ولا رأي زمالك. اه. انت كان حداشر اربعة وتسعة تلاتة. اه. الدوليين. ايه. طب المرة دي هو المرة الوحيدة النموذجية. اربعة واربعة. ايه. يعني ما فيش ظلم الحد يعني. اه. انما اهو مين بقى اللي بيعني. مين اللي مش عايز حل. مين اللي كل حاجة لازم يرجع ويسأل. الا الاهلي. وانت ما بترجعش الاهلي حتى تاخد رأيه. طيب. يعني الاهلي قدم كل هذه الحلول. وجيه على نفسه في كل هذه المواقف. وما حدش سأله. البيان الرسمي اللي طلع من اتحاد الكورة. لا بعد ولا سأل ولا استشار ولا استطلع ولا فهم ولا عرف. هو موقف الاهلي ايه. ده ما حصلش على الاطلاق. برغم هذا البيان الرسمي. في القرار الرسمي عن جلسة رسمية في اتحاد الكورة. لجنة المسابقات. ما لحقيتش تستطلع الرأي. لانه واضح ان فيه كتلتين شغالين. مجلس ادارة. باستثناء المهندس هانا بوريدا بيتقلهم حاجات تانية خالص. المهندس عامل حسين. لجنة المسابقات هو الوحده. مع المهندس هانا بوريدا بيخلص اللي هو عايز. طيب ممكن اسأل سؤال. اه. برضو انا يعني اعتبرني من الناس اللي عايزة تعرف. اه. انت شكلت لجنة. اه. وما تطلقاش الصلاحيات. وما فاهمتناش اللجنة دي دورها ايه. اه. طيب انت بقى وانت بتستطلع تاني يوم. سألت اللجنة. يعني اشار الى انه سأل اللجنة توصلته الى ايه? ولا اعتبرها مش موجودة? مش موجودة اخلص. اعتبرها مش موجودة. اه. لجنة من جلسة واحدة وخلصة. اه. مصير شغلاء ايه? انا مش عايزها تعمل عشر جلسات. لكن هي ريبورتنج لمين? والشغل مش كله كده. انا بقول لك روح واعمل لي تقرير عشان اه احطه في دراستي في مجلس الادارة. اه. انت مهتمتش حتى تعرف اللجنة دي حتى تقول لك ايه? ولا عملت ايه? ولا ولا عملوا. خدوا برا خدوا ورافضوا. طب خدوا. لو خدوا ورافضوا برضو يعني مبلوعة. لكن ما خدش منها كلامة خالص يبقى اه ده معنى ايه? معنى ان هما يطلع يقولوا. هنبحث وهنشوف وهنباجع. على الفكرة يروح تاني يوم. عندش معلومة وعندش اجابة. يروح تاني عجدول. جدول شيطاني. شيطاني. لا تعرف ده وفقا لللجنة اللي استطلعت الرأي. ولا رؤية لجنة المسابقات. بس الجدول طلع قالك هيلعب مع ده او ده. بمنتهى التساهل اللي ما حصلش في الدنيا. والله لو ما فيه حاجة غير الجملة دي. ان فيه فريق هيلعب مع ده او ده. فضوء مبارتين المنافس. لكفاكم ده دليل على هذه الفوضى. انت متخيلين انت بتعملوا ايه. يعني ايه شكلكم مع بقية الاندية. وانا بقدم جدول بهذا الشكل. هيلعب مع ده او ده. وبعدين اقوم فصرها تحت. ده في ضوء المبارتين. وارجع اتكلم على تكافر الفرص. تكافر الفرص هي. هو لسه فيه كلام زي ده. هو لسه فيه. طب انت بتعمل ايه. عشان كده. عشان كده انت بتيجي تقول لي. بقول لك محدش قلقان من ردود الفعل. محدش قلقان من مما سيحدث للكورة المصرية. حدش. يعني مضوع. ايه ده. ايه ده. هو كده واضيها كده. طب ما نشوف في اتحاد الكورة نفسه. في جدولهم. الكابتن سيف زاهر. للكابتن عامر حسين. ثم الكابتن احمد شوبر نائب رئيس الانتحاد. عشان تشوفوا العملية ماشية ازاي. وبتدار ازاي. حقيقة ادينا فرصة كبيرة. لان احنا نحل اكتب المشكلة. وكان فيه تصحور انا اشتغلت فيه. وحضرته على ان متوقف كل الكلام دوت على مؤفد. اه مستر اجيه. ومصلحة المنتخب الوطني. انما النهار ده بل اه مكتصلت بالمهندس حاني. قلت لما كنت انهاني اقلل لجري اه رافض انه هو. يلغبط المعسكر بتاعه. وبالتالي لما كنت انهاني يقلل كده. بعدت الان دي او اعلنت انه احنا على الجدول اللي احنا طلعنا في الاخر هو دوت اللي ماشي. بالنسبة للدور المصري ومشاكله الحقيقة والاعلان المفاجئ والمباغت. بقول كلام وانا بعنيه. من لجنة المسابقات على عكس قرار اتحاد كرة القدم المصري. وبقول كلام انا عنه تماما اعلان غير قرار مجلس الادارة خالص. اه جدور الدوري الغريب. لانه كان في لجنة مشكلة وكان في مجلس ادارة واتخذوا القرارات. ثم في وقع الجميع واقولهم اعضاء مجلس الدارة بقرارات meglio الجدول من لجنةефة اي او بترتيب مباراة غير اللي تم في مجلس الادارة. واتم داخل كواليس الفاستهال كرة المصر طيب رئيس رجل المستبقات بنقى برئيس الاتحاد المكلف رسميا بإدارة الملف ده وده تصريحه ده عكس المتفق عليه تماما الجملة دي الجملة دي لو تصدرت لأي جهة دولية أنا معرفش معرفش تعمل ايه معرفش تعمل ايه في شرعية هذا الدوري واضح ان في حاجة جوة المجموعة دي بتقدي الى مثل هذا الاداء لأ الخرارات الغير مسبوقة وما بقوش معنيين برد فعل الرأي العام ولا الاعلام مش مشغولين باللي حيتقال ايه عالكلام ده يعني لما كابتن شو بير مفوض رسميا ورجع وتوصل ايه لحلول ومستني بقى مجلس الاداء يعد معه عشان ياخد القرار يطلع لا ده قال احنا قعدنا في الاتحاد وخدنا قرارات ايوة ما انا بقول لهم وجئنا اللجنة بتقول عكسها ايوة 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 امبارح بالليل ده حاجة ناس طلعت اتكلمت ان فيه خرارات خلاص والازمة تحلت اه وانا حتى لو ما احد بلغني كده دحكت في تليفون وقلت له هاي هات قال لي قلت له بقول لك كده مين اللي اعلن لو هانا بريدة كان في الاجتماع اقول لك ماشي بعد شواء النهاردة الصبح صحيت فكلمت حتى قلت له النبي ما تبقاش من فضلك تكلمني اه تقول لي حاجة لان انا 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 عارف اذا اراده اتحاده الكورنة التخز هين كان حيبق بكامل هيئته وحيطلع بقرار او بالحل الفردي ان يطلع عامل حسيني ويقول لك اتصلت بالمهندس انا ريدة ابو ريدة وقال اصلي اجيري قاتل معين ايهاب لهيطة ممثل في اللجنة بتاعت الكابتن شبير يعني رأي اجيري موجود امام الكابتن شبير هنا ما بقاش حتى حتى حد مقلان على مصدقيته ما فيش المعروف عند كل الناس او في اي وضع اداري بسيط اللجنة لجنة جزء من هيكل اداري على رأسه مجلس ادارة يعني فيه مجلس ادارة على رأس الهرم الاداري بشكل لجان واجهزة تشتغل دي مش لجنة دائمة لجنة ازمة لا حتى لجنة المسابقات فانت بتتكلم على الطب بتاع الاتحاد مجلس ادارة الاتحاد واحد من عناصره الرئيسية نائب رئيس الاتحاد اللي بيتكلم لمصدر مسؤول ولا مصدر مطلع والمفوض ده نائب رئيس الاتحاد مفوض من المجلس بادارة هذه الازمة لديه من الخبرات وحسن السمعة والسيرة ما يكفي وعنده من الشجاعة والوضوح اللي خلاه يقول الكلام ده ايوه قالك ما كل واحد يتحسب على كلامه احنا قعدنا كمجلس ادارة وتوافقنا على قرارات فوجئنا لجنة المسابقات بتطلع عكسها فوجئنا بلجنة المسابقات بتعلن جدول غير اللي احنا نعرفه كان في الصحافة بدرسونا الهرم المقلوب والهرم المعدول اهو ده هرم مقلوب قوي ان لجنة المسابقات او المهندس عامر حسين بقى هو رأس الهرم ويهي مجلس ادارة الاتحاد بكل قياداته بقى هما القاعدة موسيقى